حيث أعلن مصرف الإلماء عن نتائجه المالية والتي أظهرت قفزة في الأرباح بنسبة 34% المصرف حقق النتائج بمليارين و 11 مليون كأرباح عن العام 2017 ولكن يأتي هذا مقارنة بمليار و نصف المليار ريال حققها المصرف خلال العام 2016 ولكن بنسبة كأنه القفزة في أرباح الربع الرابع والتي قفزت بأكثر من 44% والمصرف حقق ما يقارب 560 مليون ريال كذلك هناك ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 31% وليأثر بشكل إيجابي على نتائج المصرف خلال العام 2017 كذلك بنسبة دخل العمليات السج النمو في الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 37% والذي ألقى بظلل بالنسبة على نتائج المصرف خلال العام 2017 صافي أرباح بلغ ما يقارب نصف مليار ريال مقارنة بالعام 2016 نور الكناظر المشاهدين الكرام بالنسبة على أداء السهم في جلسة اليوم نلاحظ السهم على تراجع عطفي بعشرين في النقطة المئوية وبأقل من أربع هلات وعند مستويات 20 ريال و 62 هللة للسهم